طيب خلينا بقى نروح دلوقتي نتابع تمرين جديدة مع كابتن محمود فوكس مدير جيم الرجال في النادي الأهلي بالجزيرة في التقرير ده بقى نروح فاصل ونرجع عشان نستقبل كابتن عادل تعييمة خليكم معنا صباح الخير يا كريم صباح الخير يا نهوان صباح الخير جميع أهل العظام صباح الخير لجميع عضاء نادل أهل بكل فرور سنة سعيدة عليكم دي أول حلقة نصارها مع بعض في السنة الجديدة اللي بتنور بينا يا رب تبقى السنة سعيدة علينا يا رب ويدمها صح علينا بجميع الناس اللي موجودين وسكنين في مصر أرجل طبعا السلام والمحبة طبعا في الأول أحب أقول لكم إحنا نصور حلقة النهاردة علاجية شوية جات لي الفترة اللي فيه اللي فاتت تساؤلات عن إيه يا كابتن التمرين الخاصة بالإنزلاق الغضروفي أنا عندي إنزلاق غضروفي عندي التهاب مثلا في العمدول الفقري عندي التهاب في الأوتار اللي حوالين المفاصل في الكتفة مثلا أو ضهري فمش عارفة أشتغل تمارينات دائماكية اللي هي تمارينات من الحركة فإيه هي التمرين الاستاتيك أو اللي هي من السبات اللي ممكن أعملها قوة بها عضلات الضهر اللي هي في نفس الوقت ما يكونش فيها حركة أو تأثر على التهابات أو الإنزلاق الغضروفي اللي أنا بمر به ربنا يش في جميع الناس يا رب إيه هي تمرين الاستاتيك أو إيه هي التمرين السبتة ده هو اللي هنعرفه النهاردة في الحلقة مع بعض معنا النهاردة أول تمرين طبعا تمرين تقليدي جدا كلنا عارفينه بنام على وشي رجلية بمستوى كتفي إيدي مش عالأرض بتبقى مرفوعة سنة فوق راسي قدامي بطلع واسبة تفوق بعدي عشرين تكرار في أربعة مجميع واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة، حداشر، نشر، تلاتاشر، أربعةاشر، خمستاشر، ستاشر، سبعتاشر، تبنتاشر، ساعتاشر، ساعتاشر، عشرين وريح لمدة تلاتين ثانية بالزبط وأعمل تكرار عشرين عدة كمان طب إحنا نعمل التمرين دوت كم مجموعة؟ هنعمل أربع مجموعات في عشرين تكرار طب إيه هو التمرين الثاني اللي ممكن برضو يقويل عضلات الظهر عن طريق السبات؟ التمرين معظم برضو الدكاترة بالدور، دكاترة العظام طبعا إيدي اليمين مرفوعة مع رجل الشمال طبعا كاف إيدي الشمال طبعا تحت كتفه زي ما احنا عارفين رجبتي اليمين فوق الحط بالزبط وأبصوا قدام وأثبت أعمل ثبات واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة عشر أجن، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشر تاني تاني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر تناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين طيب ده التمرين التاني اللي بيقويل العضاية الدار عن طريق السبات تمرين تاني بيستريتش يعني تقويل عن طريق الاطالات وبنام على ضوحة ريك وباياخد الاجلال الاثنين على بطني كده وازبط واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر تاني تمرين الاستريتشات او النطولة وده تمرين استرخي اكتر بيعمل الاستريتش عدد الضح بمسك القصبة كده من ورا ونام واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعة اشر خمسة ستاشر سبعتاشر تمنتاشر ساعتاشر عشرين كيه بعد كده نعمل استريتش العدلات البطن اللي هي برضو بتعمل او تقوير عدلات ضح طبعا استريتش كلنا عارفينه واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة اجين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة اوكي تايي تمرين او الاخير اللي احنا ممكن نشغلوا فيه مع بعض بس ذا من الحركة بس الحركة بس الحركة بس تبقى بسه جدا ومحدوده تمرين ده. احنا عملنا من شوية. بس ده اعمل حركة. ايداة اليمين. هتطلع معي جلال شمال. يلا بنا مع بعض. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشر. واحد. نين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشر. ده تمرين بيشغل عضلات الضحر. وعضلات اللوح. لاس كابلة. عن طريق تمرينات دينماكية. بس المحركة بتقمية حدودة. مزل الحركة بتاعة الجيم. طبعا دي بتبقى تفرق كتير جدا مع الناس اللي بيبقى عندها نزرغ ضوفي لقدر الله. الناس اللي عندها الام في الاوطار. الناس اللي بقى عندها في منطقة القطنية افرقات القطنية عندها التهابات او آآ كدامات او مزق اللي قدر الله رب النارش في الجميع يا رب. فدي من احسن التمرين اللي ممكن نعملها في البلتحة. نقوى عضلات الضحر. من غير ما نعمل اي حركة. تأثر على الاصابة اللي عندنا. والنهادة كنا مع السبوات ان شاء الله اللي هي الفقرات بتاعت الظهر ان شاء الله مع بعض. ويا رب تكون استفدتوا. واحلقة كتير ان شاء الله جاية مع كابتن مهور فوكس النادي الآن. مع الف سلام.